اشتركوا في القناة الى غاية الساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ومنزلت الشرطين هاي منزلة جيدة لكل ما يقص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الافضل عدم البدء بعي شيء جديد فيها هي جيدة لعلاج الاسنان والعمليات الصغرى تقليم الاظافر حلاقة الشعر والامور هاي من ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء من مساء الليل الاربعة القمر رح ينتقل لمنزلة البطين او البطين منزلة جيدة لتهدئة النفوس والاصلاح والبدء بكل شيء جديد وطبعا تأثيراتها على برج الحمل او على الابراج الاخرى بتكون اقوى وافضل حتى من الايام السابقة القمر لما بيكون في برج الحمل عادة بتأثر جميع الابراج دون استثناء انه بشعروا بهاي الفترة بطاقة كبيرة للعمل وبيكونوا اكثر تصميما واكثر استقلالية ممكن يبادروا بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع شوي في تصرفاتنا او ممكن انه نتهور ايضا يجب ان نحضر اكثر على طرقات من السرعة الفائقة منلاحظ انه هاي الفترة انه منكون جميع الابراج انه اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها لانه نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك وبرضو بامكاننا ادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفل ما طبعا حفل ما ما بنصح فيها لانه في زاوية ذكرناها يوم امس اللي هي ما بين الزهر او بين بلوتو صعب كثير وهي بتأثر على هاي الحفلات انها بتسوي بعض المشاكل او انها ما بتتم بالشكل المطلوب بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا المتشكلة حاليا في زوايا انتهت وفي زوايا مستمرة للايام القادمة بنذكرها كل يوم احنا لحديث ما تنتهي اول زاوية هي زاوية اقتران ايجابية بين المريخ وبين المشتري وهاي طبعا ذروتها يوم تسعة وعشرين خمسة هي تاثيراتها بدأت من يوم خمسة وعشرين الى يوم اثنين ستة هاي زاوية بتخلق جو من التسامح وممكن شوي انه نتسامح برضو مع الاشخاص او نسامح الاشخاص اللي اخطأوا او بيخطؤوا بحقنا ومن مديد العون الهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن الاخطاء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية اللي ذكرناها قبل قليل هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي تاثيراتها من يوم خمسة وعشرين خمسة لغاية ثمانية وعشرين خمسة هي ذروتها يوم سبعة وعشرين خمسة طبعا هاي زاوية بما انها سلبية والزهرة وبلوتو فهنا منحكي انها هاي فترة يعني بتدفعنا للعنف وبتجعلنا مزاجنا شوي يكون عدواني ومنكون عصبيين للمزاج وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وبتسببنا الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية برضو هاي حكينا انها بتدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة في الساحة الفنية فبعض المطربين او الموسيقيين او الفنانين اللي بيكونوا في القمة ممكن ينحدروا للحديد بسبب رتابة عطاءهم وعدم قدرتهم على تغيير اساليبهم وتجديد عطاءهم او بسبب تعرضهم لمؤامرات لتدني سمعتهم وتشويها ما لا يستحسن طرح انتاج فني في هاي الفترة فني جديد للأسواق او اقامة حفلة في هاي الفترة لانه النتائج غالبا بتكون مخالفة لما كان متوقع وممكن تتعرض لبعض المشاكل وعقابات في الانتاج والتوزيع كذلك يستحسن تجنب اقامة السهرات الفنية لكثرة حوادث العنف والعدوان فيها وربما احتمال وقوع حرائق او حوادث غير متوقعة في هاي الفترة بالنسبة للزاوية التي تليها بداية زاوية تسديس ايجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي تأثيراتها لغاية اليوم 26-5 هي مناسبة لاستقرار للعلاقات العاطفية وبتضمن لك برضو اخلاص محبوبك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين الشمس وبين المشتري وتأثيراتها لغاية يوم 28-5 هاي زاوية اجمالا هي بتدفع بحضوضنا بصورة عامة في اي المجالات اللي احنا بنعمل فيها بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية 35 هي بتزيد من حدة الذهن والحدث والنقد وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للزاوية السريعة اللي اليوم رح تتشكل ما بين القمر والكواكب الاخرى هي زاوية تسديث ايجابية بين القمر وبين زحل هاي تأثيراتها طبعا من ساعات الظهر تقريبا لغاية ساعات منتصف الليل زاوية تسديث ايجابية بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وممكن نشعر ببعض الآلام فيها اللي هي الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة والشرين والدم بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية الصغرى ولكن بالنسبة للعمليات الكبرى ما زال تأثير كواكب اللي انتقلت واللي تراجعت مثل المريخ وعطارد شوي بتعمل تأثيرات سلبية أما بالنسبة لعمليات التجميل فما بنصح في عمليات التجميل خلال هذا اليوم هي فترة مناسبة لإزالة الشعر الزاد تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا تصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم بيكون يوم الجمعة 27.05 بيبدأ في تمام الساعة 23 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و22 دقيقة صباحا ليستقر القمر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 12 و17 دقيقة بعد منتصف الليل بيصبح 26 يوم نسبة الإضاءة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم فعنا الشمس في الجوزاء لغاية يوم 21 ستة هو سعيد بنسبة 85% هذا اليوم القمر في الحمل حتى يوم 27.05 هو الآن سعيد بنسبة 15% ولكن في الساعات الصباح بيصير 70% وبيكمل طيلة النهار بنفس القوة عطارد في الثور بيتراجع حتى يوم 3-6 سعيد بنسبة 5% الزهرة في الحمل حتى يوم 28-5 سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 5-7 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم أكبر من يوم أمس اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور في أي مجالات حياتكم وتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن اليوم تهتم بمظهرك أو بتغييرات معينة حتى بهندامك هاي مرحلة تعتبر مرحلة انطلاقة لمشاريعك الجديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت سباق ورائد لحقل اختصاصك بأي الاختصاصات حتى على الأمور العاطفية عندك طاقة عاطفية جيدة ولكن احذر من عصبيتك ما زالت الأمور العصبية والنفسية والتقلبات النفسية موجودة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن استقر تماما في بيت المتاعب هذا الشيء بيضغط عليكم بشكل كبير كما لليوم الثاني وهذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني طبعا هذا الضغط راح يستمر لغاية يوم الغد اللي هو الجمعة لغاية ساعات الصباح وبعدين بنتي فبدكوا تتحملوا هذا اليوم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم وراحت لاحظ أنه انخفضت وطيرة الحياة عندك بشكل كبير بتحس طاقتك مختفية وممكن تتأخر مشاريعك ربما تلغى اللي بيوعدك بشيء ممكن ما ينفذه اتجنب هذا اليوم اتخاذ القرارات وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاء أو سوء تفاهم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا النشاط القوي عندكم هو النشاط الاجتماعي عندكم حركة عالية جدا اجتماعيا فممكن اليوم تلتقوا لأصدقاء ممكن تشاركوا به حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء حاول انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصل تأييد أو تحصل على تأييد معين في مجال معين اهم شيء انك تكثف ارتباطاتك وعلاقاتك ما تتأخر عن نشاطك الاجتماعي انت اليوم بحاجة لتعاون الجميع معك في كل المجالات وبرضو اليوم ممكن تستغل اي شخص لمساعدتك في امر ما برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة اليوم حضوره اقوى فبرضو بتظل الفرصة متاحة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا باثبات جدارتهم للمسؤولين ومم بإمكانكم انك تحافظوا على انجازاتكم القائمة اللي بحاجة لواسطة او دعم في مجال معين او مساعدة في مجال معين هذا يوم مناسب برضو مواجهتك مع المسؤولين دون عصبية وانفعال برضو بتقدر اليوم انك تستغلها عشان هيك لازم تهدئ من روعك وانفعالاتك ومخالفتك للقوانين ومحاول انك ما تشوه سمعتك انجز اعمالك بالكامل لانها هاي فترة شوي سلبية ومشحونة بالمتاعب والتوتر فلازم انك تعالج الامور بهدوء وحاول انك تقدم افضل ما عندك برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا القمر صار موجود في البيت التاسع وهو بيت قوي جدا بالنسبة لالكم فعشان هيك اليوم موليد برج الاسد ممكن ينشطوا في السفريات البعيدة او الاتصالات البعيدة مع اشخاص خارج البلاد الامتحانات او الدراسة الجامعية رح تكون ممتازة فهذا يوم مناسب جدا لاجتياز الامتحانات واجراء المقابلات والندوات والدورات حاول انك تظهر تعاون اكبر مع الاخرين ومع الجهات المسؤولة اليوم رح تنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد اهم اشي انك ما تهمل واجباتك حتى ولو كثرك او صعوبة تنظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير احاول انك تتقدم بجراءة وثقة لان الحظ حليفك برج العذراء بتظل الامور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الاصلة بشراكة او تعويض يعني الاموال المشتركة التركيز كله على الاموال المشتركة اللي معك شارك فيها ممكن تكون اموال الزوج ضريبة تأمين ميراث قرب بنكي ديون بتحاول تحصلها كل التركيز على هاي الامور حتى على الفواتير فعشان هيك اليوم بدك تبادر لتصحيح الاخطاء وترتيب الاوضاع انت اليوم بحاجة لطاقة كبيرة جدا للحركة وعصاب متينة وحاول انك ما تترك ديول المتاعب انها تسيطر عليك ممكن يكون في بعض المصاريف اللي الها علاقة بالعائلة او الها علاقة بالامور الصحية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر بيستقر مقابلك تماما فعشان هيك اليوم ما رح تشعر كثير صحيح هو طاقة ضعيفة ولكن اليوم برضو لانه القمر سعيد والشمس سعيد فهدول بمنحوك طاقتين حلوات فبترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما يعني علاقتك رح تكون بين شركاء المال وبين الازواج وتمتين العلاقات والمصالحات فعشان هيك اليوم ما بيجوز اثارة المتاعب اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة حاول انك ما تتصرف بعدائية وحاضروا من الحوادث والأعداء لانه بالفترة هاي بكثروا وانت بمرحلة فقد للطاقة فممكن بسهولة استفزازك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر زي يوم أمس استقر في البيت السادس فعشان هيك لازم تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن اليوم تجدوا تعاون من الزملاء ولكن دون سوء تفاهم او انك تغضب مع احد الزملاء وتعمل مشكلة فبدك تنظم جدول الغذاء وتأخذ قصد كافي من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات لانه ممكن يجيك عملين في نفس الوقت ما تقدر تنجزهم وبتكثر عندك النشاطات وربما بعض موليد برج العقرب يشعروا ببعض التعب او الارهاق برج القوس ابتزداد رغبتكم طبعا اليوم بشكل كبير في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة وداعمة للكم بقوة كان مع الاحباء مع الابناء مع احد الوالدين فهي داعمة احتمال بس انه يكون فيه قلق اتجاه احد الاحباء ممكن بسبب مشكلة معينة او بسبب تعب صحي او نقاش معين اليوم انت نشيد جدا وبتميل له وترفيه عن النفس وممارسة هوايه معينة وانت بالفترة هاي يعني تستحق هذا الامر وممكن برضو اليوم انك تتخذ بعض القرارات المفيدة للك او تتراجع عن قرارات سابقة سببت لك بعض الازعاج برج الجديد التركيز اليوم برضو زي يوم امس هو الاعلاقة بالبيت والعائلة فبترغبوا اليوم بادخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع افراد العائلة هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس او الخوف من بعض المسائل اللي بتعيشها فلا تخلي الوسواس يسيطر عليك في هاي الفترة ممكن اليوم يكون في تبادل زيارات او اتصالات مهمة او مناسبة معينة عائلية تشارك فيها ولكن بدك تحذر لانه برضو ما زالت الفترة هاي متوترة وممكن هذا الشيء يسبب لك حدث طارئ او عصبية مفاجئة او تشارك بحل مشكلة معينة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوه في امور العلاقة بالسفر والاتصالات القصيرة منكم اشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريعوا بنجاح وباستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم اهم شيء حاولوا انكم ما تبقوا وحدين حاولوا انكم تبحثوا عن الاصدقاء والاحباء وخاصة لتعزيز روابطكم انت اليوم بتمتلك سرعة خاطر وسرعة بديهة عالية وممكن تتفادى كثير من الاخطاء من خلالها وعندك مهارة ملموسة يعني طاقتك بالكامل موجودة استغلها بمقابلات او ترويج لعمل او لخطة او لفكرة او لنقاش او حتى لا امور الها علاقة بالسيارات والكمبيوترات والتليفونات فالفترة هاي مناسبة لهاي الامور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز على الوضع مالي عندكم فبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي عادة في هاي الاوضاع من عمل اضافي او مستردات اليك حقوق بتاخدها او ممكن هبة او هدية او دعم معين او حل قضية مالية ممكن تسمع خبر سار وبرضو ممكن يلعب قريب دور مهم في حياتك خلال هذا اليوم بعد موليد برج الحوت ممكن يهتموا قضية بتتعلق بالشراكة شراكة مالية او عاطفية او عمل ويمكنك تعالجوا الامور بدقة بشكل دقيق وتهتموا للأولويات المالية ورح تجدوا حلول كبيرة للتسويات وحل بعض المسائل المالية اللي كانت معقدة بالفترة الماضية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء